كام يوم اعنايت على الموبايل الجديد بتاعها السامسونج جالاكسي اس 9 وبصراحة انا اتفرقت على المؤتمر بتاعهم وكنت منبهر الى حد ما بالموبايل لكن في ناس كتير قوي اجمعت ان الموبايل دوت يعتبر تحديث على السامسونج جالاكسي اس 8 فانا قلت بدل ما اعمل ريفيو للموبايل اعمل فيديو اتكلم فيه عن احسن 5 حاجات في السامسونج جالاكسي اس 9 واوحش 5 حاجات في السامسونج جالاكسي اس 9 وبرضه نفس الكلام هيبقى على السامسونج جالاكسي اس 9 بلس لكن خلينا متفقين على حاجة مش معنى ان انا بقول ان فيه 5 عيوب في الموبايل دوت ان هو هومبايل وحش بالعكس هو هومبايل جميل جدا لكن ديت 5 اسباب ممكن تخليني وانا عند الراجل وانا بشتري الموبايل افكر مرتين قبل ما اشتري السامسونج جالاكسي اس 9 والسامسونج جالاكسي اس 9 بلس بالفيديو دوت هقول لكم اكتر خمس عيوب او اكتر خمس مشاكل انا كجورج شايفها في السامسونج جالاكسي اس 9 والاس 9 بلس فمن غير ما نضيع اي وقت خلينا نبدأ زي ما قلت في الاول ان في ناس كتير قوي شافت ان السامسونج جالاكسي اس 9 والاس 9 بلس يعتبروا تحديث لسامسونج جالاكسي اس 8 فعلا سامسونج حديثت حاجات كثير جدا منهم الكاميرا والبروسيسور وضافت حاجات كثير جدا للسوفتوير لكن لو في حاجة واحدة بس اكتر حاجة مضايقاني من ساعد السامسونج جالاكسي اس 9 هي البطارية لو رجعنا الورا شوية ايام السامسونج جالاكسي اس 7 والاس 7 ايج كانت البطارية اكبر من بطارية السامسونج جالاكسي اس 9 اللي لسه نازل مع رغم ان شاشة بتاعت الاس 9 اكبر بكتير سامسونج بتحط بطارية 3000 ميلي لسه 3000 ميلي امبير مع سوفتوير محشور بحاجات كتير جدا منهم الاني موجي جديد ال ال اي ار ال اي ار موجي مش 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 اني موجي فعلا يعني 3000 ميلي امبير مع كمية حاجات جيدة قوي حطوها في السوفتوير وحاجات جيدة كبيرة جدا في الموبايل ده غير الشاشة ال 5.8 انش سوبر املت كواد اتش دي الحاجات دي كلها كبيرة قوي على البطارية ممكن يكون فيه معالج بيحاول يوفر استهلاك البطارية لكن الحاجات دي كلها فعلا كتيرة على البطارية ولما نيجي للسامسونج لاكسي اس 9 بلس حطين شاشة 6.2 من 10 انش على موبايل ببطارية 3500 ميلي امبير المفروض 6.2 انش دوت حاجة بتتسمى فابلت ولا فون ولا تابلت حاجة في النص لكن بما ان الشاشة اخدم ساحة كبيرة من الموبايل اوكي هو موبايل مسكته كويسة لكن لسه عندك شاشة كبيرة جدا صعب جدا تستخدمها مع بطارية 3500 ميلي امبير فلو انا عند الراجل وبشتري الموبايل فعلا اكتر حاجة ممكن ابقى لان منها هي البطارية نيكي للنقطة التانية اللي ممكن ديلي ناس كتير قوي من سامسونج انا واحد بحب استخدم الموبايلات الصغيرة والسنة اللي فاتت سامسونج عملت حرجة جميلة جدا هي ان هي سويت ما بين النسخة العادية والنسخة الكبيرة او كان فيه فرق في البطارية والحاجات ديت لكن الاداء وعموما المجمل كان واحد دي حاجة بترايح شوية اي حد مش هيفرق معايا الحجم فكلتها الحالتين هو ايه الموبايل هيجيب كاميرتين واللي فيه مميزات كتيرة قوي ده جير كده اللي هو بيجيب 6 جيجابايت رام مش 4 جيجابايت رام شبه النسخة الزغيرة فدي حاجة ممكن تخليك تروح مع حجم انت مش بتحبه عشان الكاميرا الزيادة والاتنين جيجابايت رام الزيادة ياما تختار الحجم اللي عجبك لكن تستغنى عن الحاجات دي العيب الثالث وهو الضهر بتاع الموبايل اوكي عارب فيه ناس كتير هتختلف معايا عن النقطة ديت وممكن تحسها ان هي حاجة تفهى الضهر شكله حلو جدا ومعمول من الازاز ومحطوط عليه طبقة حماية الازاز عيب عشان بيبصم بسرعة جدا خلاقي التفقين اللي هيجيب الموبايل دوت هيبقى فخور شوية اللي هو معايا احسن موبايل من سامسونج فبالتالي اللي هو يمشي باحسن موبايل من سامسونج وهو عليه بصمات من وراء كده مفيش حد كل شوية بيقعد ينظف الموبايل بتاعه فكده هتضطر انك تجيب جراب للموبايل او انك تحط عليه سكين ودوت حل احسن ففي الاخر بالنسبة لي الازاز مكانش احسن حل عشان يبقى الضهر بتاع السامسونج جالاكسي اس ناين الحاجة الرابعة اللي ممكن تخليك تفكر انك متشتريش الاس ناين هي بيكسبي واه صدقوني بتدايق جدا واوحش حاجة في الهاردوير بتاعه هو الزرار بتاع بيكسبي اللي حطينه مخصوص عشان بيكسبي غير ان بيكسبي مش بيدعم اللغة العربية واه هم ممكن يكونوا حدسوه بحاجات كتير جدا لكن ليه يبقى عندك جوجل ناو وبيكسبي في نفس الموبايل ليه بتققل على نفسك الحاجات دي بقول ان بيكسبي وحش لكن سامسونج بتحاول تركز عليه جدا وكل دوت بيجي على حسابنا احنا اللي بنستعمل موبايلاتهم فلو جيت ليا بيكسبي مش احسن حاجة ممكن تبقى في الموبايل ومش احسن اختيار عشان يحطوا زرار في الموبايل عشانه خامس حاجة ممكن تبقى عيب في انك تشتري الموبايل دوت لو انا معي موبايل كويس شبه الاس 8 هل يستحق ان انا حدث موبايلي للاس 9 الاس 9 بيجي بنفس الديزاين الجميل بتاع الاس 8 الاس 9 بيجي بنفس الشاشة الخرافية بتاعت الاس 8 مع اختلاف مكانها بس بقت في النص شوية طبعا الاس 9 اداءه هيبقى خرافي جدا بالمعالج الجديد بتاعه لكن لو جيت مساكته جانب الاس 8 بيش هتلاحظ فرق كبير فعلا الموبايلين جانب بعض هيبقى اداءهم قريب جدا الحاجة التانية وهي الكاميرا ودي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي هي تستحق انك تجيب الاس 9 عشانها لكن لو انت مش مهتم بالكاميرا الاس 8 هيبقى كويس قوي معاك الحاجة التالتة هي الار اموجي والحاجات اللي شبهها الجديدة اللي في السوفتوير لكن انا بتوقع اني قريب جدا هيبقى في حاجات شبه كده لكل الموبايلات وريدي في جزاء اب للاي او اس والانرويد بيشتغل بالاوجمانتد رياليتي او الار وبيعمل وشوش كتير جدا نفس الفكرة اساس مني انا قدام شوية الحاجات دي هتتبقى متوفرة لكل الموبايلات اتأكد انك تعمل اشتراك او سبسكرايب في القناة عشان تشوف الفيديو بتاع الخمس مميزات بتوع الاس 9 والاس 9 بلس ولو الفيديو ده وات اريدي نزل هتلاقوا الصورة بتاعته في اخر الفيديو دوسوا عليها وتفرجوا عليه عشان هيعجبكم ما تنساش لو الفيديو عاجبك تعمل لايك وتعمل كومنت وقولي ايه اكتر عيب في القناة بالنسبالك عارف فيه مميزات كتير جدا لكن لو انت شايف عيب انا مش شايفه ما تنساش تكتبه في القناة التحت وبس كان كنا وصلنا لاخر الفيديو كان معاكم جورجي عنادي اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة